النهاردة في كأس الرابطة الجولة الأولى بلدية المحلة فاز على سموحة واحد صفر محمد أميس يسجل الهدف الديئة السبعة عشر وفي مباراة أخرى في كأس الرابطة أيضا في الجولة الأولى الداخلية ده الهدف كنت لست بتكلم عليه مع حضراتكم مباراة بلدية المحلة وسموحة طيب أيضا مباراة أخرى مباراة الداخلية والإسماعيلي توجو أو تونجي أموتشي سجل هدف الفوز لفريق وفريق الداخلية على الإسماعيلي في الديئة واحد وثلاثين والإسماعيلي يعني يعاني أيضا فيه كأس الرابطة فيه البداية خد بالك كأس الرابطة بطولة مهمة جدا لكل الفرق اللي بتشارك فيها عشان خاصة ما فيش أهل وزمالك كمان فكل الفرق عايز تاخد بطولة وعايز تشارك في كأس السوبر للأبطال فدي بتبقى فرصة عظيمة جدا مباراة أخرى فاس فيها للتحاد سكنداريا على مودرن فيوتشر في كأس الرابطة خيال غندور سجل هدف الوحيد في الديئة اتنين وخمسين لو الهدف معنا جماعة هتوعش عايز علق على حاجة مهمة جدا الهدف كان بخطأ واضح من جنش هو ده الهدف مش نجيبه الملخص بقى هاتوا الهدف على طول ده الهدف النهاردة اللي جيه من خلال غندور في جنش فالما الهدف ييجي جنش من ساعة مقال التصريح الشهير بتاعه انه زعلان انه مرحش المنتخب ومتداي من فيتوريا انه ماخدوش المنتخب وانه لعيبة في المنتخب ما تستهلش تبقى موجودة بقيت موقع يعني الحاجة السيغة اللي تفكرينها دي كلها تمام والراجل يعني يعاني حارس راس ماله التركيز راس ماله التركيز أول ما التركيز يروح تلاقي أخطاء من النوعية اللي بيغلطها جنش في الفترة الأخيرة حارس محترم طبعا وحارس مهم جدا بس هو اللي طلع نفسه برا تركيزه بنفسه بشكل غريب جدا يعني طيب بص الجول غريبة جدا غريبة جدا يعني إيه لي تركيز مالهاش حالي تاني يعني حاتيه تقول لي مثلا جنش حارس مبتدئ حارس غير جيد حارس جيد وحارس عنده خبرات وكابتن الفرقة فالهو ما ينفعش يخش في جول زي ده بس ده ساوي الوحيد التركيز اللي طلع نفسه بنفسه منه طيب دي حكاية ترجمة نانسي قنقر